تحت رعاية سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة وبهذه المناسبة أكد سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة أن المتتبع لمسيرة بطولات قفز الحواجز في مملكة البحرين يدرك حجم المسيرة الناجحة لهذه الرياضة التي بدأت بحصد العديد من الإنجازات الخارجية في الفترة الماضية حيث أن هذه الإنجازات نتاج جهد الاتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة عبر تنظيم البطولات المحلية التي تنعكس بالإيجاب على المشاركات الخارجية وأوضح سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة أن البطولة تحققت العديد من مكاسب النجاح للفرسان والإستبلات وهي حافز كبير لهم في مواصلة تحقيق النتائج الإيجابية وتعرف على إمكانيات الجياد خصوصا أن هناك العديد من المشاركات الخارجية بانتظارهم وأشهد سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة بدور الاتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة وإعضاء لجنة قفز الحواجز واللجنة المنظمة الذين بذلوا جهودا بارزة في إخراج البطولة بأفضل صورة متمنيا سموه كل التوفيق والنجاح لكافة الفرسان خلال البطولات القادمة ومهنيا سموه الفائزين الذين حققوا المراكز الأولى في كافة الفئات هذا وشهد ختام البطولة تتويج الفائزين بالمراكز الأولى حيث أعرب الفرسان عن بالغ شكرهم وتقديرهم إلى سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة على دعم سموه المتواصل لهذه الرياضة العريقة ترجمة نانسي قنقر